اشتركوا في القناة انتقل لبرج الحمل رح يكون في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخصه النساء وغير ذلك فهو سيء جدا من الافضل عدم البدء باي شيء جديد جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى تقليم العظافر حلاقة الشعر كلها هاي الامور بتكون جيدة اما بالنسبة للقمر لما بيكون موجود في الحمل فهاي الفترة كلنا بنشعر بطاقة كبيرة للعمل وبكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة بنلاحظ ايضا هاي الفترة انه احنا اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في بعض المتاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر دائما بالحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب وطبعا بالفترة هاي لانه تراجع الزهرة ما مننصح فيها وادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفليمة اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اليوم زاويتين زاوية اولى هي زاوية بطيئة لها تقريبا اسبوع باوجها واليوم اوجها كامل ورح تستمر لمدة اسبوع قادم هي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس والمشتري رح تكون في تمام الساعة اربعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بتدفع بحضوظنا بصورة عامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديث ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة خمسة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم تسعة عاش خمسة ورح يكون في تمام الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة مساء ورح يستمر لا بعد منتصف الليل لساعة الصباح يعني ليوم عشرين خمسة بنتقل بعدها القمر لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال خمس وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش وثمانية وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بصير عمره ستة وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج سعيد القمر في الحمل حتى عشرين خمسة المزاج سعيد عطارد في الجوزاء حتى يوم ثمانية وعشرين خمسة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 وبعدين بيرجع للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم تهتم بمظهرك بالتغييرات هذه فترة انطلاقة لمشاريعك الجديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك طبعا القمر وصل لعندك معناته رح يشحنك بطاقة إيجابية عالية جدا فعشان هيك الأمور بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي لسه الأمور ما تحركت فعشان هيك بيكون الوضع روتيني ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو ممكن بعضك يحصل على بعض المبالغ المالية اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن في الفترة هاي بتكثر المصريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات والاتصالات مشحونة بطاقة إيجابية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بيغلب عليك التسرع والعصبية اللي بتيجي بشكل متقطع اللي عندهم امتحان أو عندهم دراسة بدهم يستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في بعض الحدية أو العصبية اللي ممكن توترك أو سوء تفاهم أو مشاحنة مع أحد أفراد العائلة ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمامات في بعض الأعمال الروتينية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو على المستوى العاطفي أحسن شوي فممكن اليوم إما أنك تتراجع عن قرار أو يصير تواصل ما بينك وبين الحبيب أو تقارب في وجهات النظر وممكن تحل مسألة كانت في الفترة الماضية صعبة شوي وممكن بعضك يقلق بشأن حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني تقريبا بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع الصعوبة اللي بتسبب لك يعني شوية قصور في إنجاز بعض الأعمال يعني شوي بيكون فيه هيك تقصير يعني بتختصر أنت على الأعمال الروتينية فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا النهار في منكم ممكن يشتكي من بعض الأمور الصحية أو يكون عنده مراجعة لمستشفى أو لطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور تقريبا روتينية على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي فبتتعاملوا أنتوا أزواجك أو شركائك تقريبا بشكل روتيني على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن اللي إلي علاقة بالأموال المشتركة تقريبا بيكون فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر بالحسابات المالية أو الدقة المالية أو نوع من أنواع ترتيب الفواتير أو الدفعات وفي منكم ممكن تكثر عنده المصاريف خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا نقدر نحكي أنه إيجابي بيدعمك بنوعية من الثقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو بعض الأمور الفلسفية أو الدينية أو السياسية خلال هذا اليوم اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور تقريبا على مستوى بيت السمعة بنقول لك ما في ذاع اليوم للمجازفة أو للمغامرة أو أنك تخالف بعض القوانين حاول أنك تحمي سمعتك خلال هذا اليوم وما تدخل بأي مشاحنات أو ردات فعل سلبي ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فتقريبا الأمور جيدة ممكن اليوم يصير في تواصل ما بينك وبين صديق أو تقارب أو لقاء أو ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فتقريبا اليوم أحسن شوي بيدعمك بشكل قوي ممكن يصير اليوم يعني تركيز على إنجاز بعض الأمور الضرورية والمهمة وفي منكه رح ينشغل بملف صحي برج الثور طبعا اليوم بما أن القمر موجود في بيت المتاعب معناته يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة بجهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تنخفض وطيرة الحياة عنكم بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك ربما أنه تلتغي بعض الأمور خلال هذا اليوم اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ إذا أنت حاجز على شيء أو موصي على طعام مثلا أنه تتفاجأ أنه لتغى خلال هذا اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم كمان بما أنه بيت المتاعب ضغط معناته البيت الأول نفس الإشي بده يشكل نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي بده يصير فيه عندك نوع من أنواع التوتر أو ردات الفعل السلبية حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما يأثر الجو السلب عليك أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية ممكن بعضك يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو لهبات ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاريف أو المتطلبات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع العصبية والحدية وردات الفعل المبالغ فيها اللي بتيجي فيه أثناء النقاشات أو ممكن حوار معين بتلاقي فيه نوع من أنواع الصعوبة أو الحدية لما تيجي بدك تقنع واحد بوجهة نظرك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ونوع من أنواع الهدوء اللي عنده امتحان أو عنده دراس اليوم بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على المستوى البيت تقريبا الأمور بتهدى شوي بيصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو تأقلم مع أفراد البيت ممكن تنجز بعض الأعمال بشكل روتيني أو يصير عندك بعض الاهتمام بالأمور البيتية أو العقارية إجمالا ممكن شوي يصير فيه تواصل ما بينك وبين أفراد العائلة أو حل مشكلة بيتية أو مشتريات أو التزامات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى البيت العاطفي تقريبا في ساعة الظهر بدك تحذر من سوء تفاهم أو تحسس من تصرف معين ممكن يسبب لك نوع من أنواع القلق أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال اليوم أو تنضغط في العمل زيادة عن اللزوم وممكن تشتكي من بعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي برضو يسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن ردات فعل سلبية ما بينك وبين الشريك يعني شريك المال أو الزوجي أو الزوج فممكن تحتد أو تعصب بمسألة معينة أو فضول أو نوع من أنواع سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا الأموال المشتركة بيصير فيه عندك قلق من مسألة معينة أو تفكير في التزامات أو كيف دك تدبر حالك أو بتحاول تطلب مساعدة معينة أو دين أو مراجعة لبنك أو صراف أما بالنسبة للبيت التاسع برضو على مستوى الاتصالات البعيدة فيه نوع من أنواع التعطيل ممكن أنه يصير فيه ردات فعل أو أنه أنت تتجنب الرد على بعض الأشخاص اللي بيتصلوا فيك من خارج البلاد ممكن يتأخر بريد أو رسالة معينة أو الرد على رسالة معينة أو تقلق بشائن أحد الأفراد أو الأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة لبيتك العاشر فجيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم ممكن تتعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال وفيه منك رح يرتب بعض الأولويات أما بالنسبة لبيت الصداقة فتقريبا جيد ممكن اليوم يعني يصير فيه تواصل معين أو اتصال أو لقاء معين أو ممكن دعوة لحفلة أو لعزومة أو لشيء معين أو يصير فيه مناسبة تسعد من وراها أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك فيه حفلة أو مناسبة سعيدة بدك تكون مخلص لأصدقائك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه خلال هذا اليوم أهمش أنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا الضغط بيخف شوي نفسيتك بتتحسن أكثر خلال هذا اليوم ممكن شوي تنجز بعض الأمور اللي هي على المستوى النفسي أو تهتم بأشياء العلاقة إما بقصة شعر أو مشتريات يعني زي لباس جديد أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي فيه ضغوطات ممكن مصاريف زيادة أو ارتباك مالي أو بعض الاحتياجات المالية اللي ممكن تأزم الوضع عليك قليل جدا نسبة الأشخاص اللي ممكن يحصلوا على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فتقريبا الأمور يعني شوي إيجابية ممكن اليوم حديتك يتقل شوي ولكن بدك تدير بالك التسرع أثناء القيادة هاي أهم نقطة أما أثناء النقاشات اليوم أنت مزاجك يعني أحسن من الأيام الماضية ممكن اليوم تكون دبلوماسي أكثر تتواصل وتقنع أي شخص بوجهة نظرك بس اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في منك رح يكون له تعاون مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع التوتر ما زالت على مستوى أفراد العائلة فممكن فضول أو تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونك الخاصة شوي يربكك أو يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تنرفز زيادة وما تعصب زيادة ممكن تهتم ببعض المشتريات أو المقتنيات أو الترتيبات أو الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي متقلب المزاج ما بين إيجابي سلبي إيجابي سلبي طول اليوم فعشان هيك إحنا منسميه جو ممتزج يعني بالسلبية والإيجابية طول اليوم أما بالنسبة للبيتك السادس على المستوى بيت العمل يعني ممكن شوي تراكم عندك بعض الأعمال أو تقصر بعمل معين أو تتأخر عن دوامك خلال هذا اليوم حاول أنك أنت يعني تنظم وقتك بشكل جيد وتنجز الأعمال الضرورية والمهمة وما تخلي الأعمال تتراكم عندك في منك ورح ينشغل بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى بيت الشراكة يعني تقريبا روتيني يعني الأشخاص على مستوى الشراكة المالية أو الشراكة كأزواج يعني الجو روتيني ممكن في ساعات الصباح أو للظاهرة هيك يكون في حدية في الطباع أو في المزاج أو تحتد أو تتحسس من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فتقريبا ضاغط على مستوى الأمور المالية المشتركة فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك بالتزامات أو بيشجعك على أنك تصرف فلوس في أشياء مش ضرورية أو مش منطقية ممكن تهتم في بعض الأمور اللي إلها علاقة يا في بنك يا في مصرف أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تنقلات بين المدن وفي منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالامتحانات أو بمناقشة معينة لمشروع معين أو أوراق قانونية في هاي الحالة بده يركز بشكل جيد وما يتسرع أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة تقريبا منقدر نحكي أنه برضو يعني فيه نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بنقول لك لا تخالف القوانين ولا تدخل بأي شيء مشبوخ خلال الفترة هاي حاول تركز بشكل جيد ما تدخل بأي مشاحنات أو سلبي ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب يعني بلش يضغط شوي عليك فعشان هيك حاول تنجز الأعمال الضرورية وما تخليها تتراكم عندك راقب غذائك بشكل جيد وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة من فترة لا أخرى برج السرطان بتظل الفرص متاحة لمن يبحث عن عمل خلال هذا اليوم واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة بهدئ من روعك ما في داعي للعصبية والإنفعال هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما عندك خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي في إشي بأرقك أو توتر من مسألة معينة فشوي هاي رح تنعكس على نفسيتك رح تسبب لك يعني ردات فعل سلبية أو عصبية من وقت لآخر أما بالنسبة للبيت المال يعني تقريبا البيت الثاني بيجيب بعض الفرص المالية أو الاهتمامات المالية أو المشتريات ممكن تيجيك بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من الهبات أو المساعدات ولكن بتكثر المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات ولكن بيغلب عليك شوية الحدية أو ردات الفعل السلبية خلال هذا اليوم فعشان هيك بدك تضبط أعصابك حاول ما تعصب ما تنرفز أثناء النقاشات حاول أنك يعني تستعد قبل ما تواجه اللي عنده امتحان أو دراسي خلال هذا اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض في منكو رح يصير بتعامل ما بينه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت روتينية أعمال روتينية ولكن في الساعات الظهيرة ممكن تحتد أو تتوتر من مسألة معينة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون ما تعصب زيادة ممكن تنشغل في بعض الأعمال المنزلية زي الأعمال الروتينية نظافة ترتيب اهتمام ببعض الأعطال أو المشتريات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فتقريبا الأمور يعني شوي على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع الضغط خصوصا في فترة ما بين الظهر والعصر بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو التحسس من تصرف الحبيب أو من تهربه من مسؤولية معينة أو فضوله على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا في نوع من أنواع الضغط على المستوى العمل يا إما بتراكم عندك العمل يا إما في حد بتآمر عليك في مكان العمل عندك أو ممكن يستفي الزوق في مسألة معينة حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية إنجز الأعمال المطلوبة منك فقط لا غير حاول ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بصدامات مباشرة مع المسؤولين عنك أما بالنسبة للوضع الصحي فبدو شوية رقابة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فأنا شايفه أحسن فممكن يصير فيه تعاون ما بين الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطفي كأزواج ممكن اليوم يصير فيه تفاهم على مسألة معينة أو يتراجعوا عن قرار سابق أو ممكن يصير فيه مصالحة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأمور المالية برضو بتشكل لك نوع من أنواع العبئ والضغط خلال هذا اليوم ولكن ممكن يجيك بعض الفرص المالية اللي إلها علاقة يا في بنك يا في مصرف معين يعني صراف مثلا تحويل مالي أو الاهتمام بأوراق إلها علاقة بميراث أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فمنقول أنه شوي ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط عليك فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو ردات الفعل السلبية اتجاه أشخاص خارج البلاد أو مراسلات ممكن تيجي بالغلط أو مقصودة فأنت تحتد وتعصب اللي عندهم دراسة جامعية أو امتحانات جامعية بدهم يستعدوا بشكل جيد جدا اللي عندهم أمور قانونية بده يعرف أن الفترة هاي مش مناسبة للأمور القضائية بده يستعد بأوراقه وبده يكون جاهز لكل شيء جديد أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني بيت الأصدقاء متقلب خلال هذا اليوم بين إيجابي وسلبي فممكن تتوافق مع أصدقاء معينين ولكن برضو من جهة ثانية في أصدقاء معينين ممكن تنشحن بشكل سلبي أو يكون لك ردات فعل سلبية أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد يعني بساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببرنامج غذائي أو أمور صحية أو إشيء العلاقة بالمستشفيات أو الأطباء برج الأسد بتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر أو معاملات سفر أو أوراق سفر أو اتصالات بعيدة يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة اذهب تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح في الترويج لعملك بشكل جيد بتكسب الدعم والتأييد خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تهم الواجباتك حتى لو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير ممكن اليوم تقدم على شيء بجراءة وثقة عالية جدا أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم أنت نفسيا أحسن من الأيام اللي مضت مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا يعني يوم يعتبر من الأيام المميزة ممكن تهتم بشيء تجميلي أو بلباس معين أو شراء شيء بتعلق بهندام لباس أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط بالالتزامات أو المشتريات أو بعض الأشياء اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ كاهتمام مالي في منكو رح يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي نوع من الدعم أو الهبات ولكن في المقابل في كثرة مصريف أما بالنسبة للبيت الثالث دير بالك حاول تمسك أعصابك من النقاشات ما في داعي للحدية والعنف خلال هذا اليوم يعني ممكن مزاجك متعكر شوي فردات فعلك تكون عصبية شوي أثناء التنقلات بدك تنتبه يعني أثناء القيادة وفي منكو رح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو المواصلات أو علاقة مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فعى مستوى البيت البيت جيد جدا ففي نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم مع أفراد العائلة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل البيتية أو الأعمال المنزلية كتطوير أو تصليح أو ترميم أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم أحسن أنت مشحون بطاقة إيجابية أعلى حابب تتواصل مع الحبيب أكثر في نوع من أنواع التفاهم والتأقلم ولكن أهم شيء أنك ما تتحسس بردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكو رح ينشط ببعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني شوية الأمور هيك فيها نوع من أنواع الحدية في الطباع ردات الفعل أو انتقاد الشريك شريك المال أو العاطفي بتصرف معين أو الحساسية من تصرف معين حاول أنك تتجاوز الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة برضو أنت مضغوط في مسائل مالية مستقبلية أو الالتزامات جاية على الطريق أو من أعباء فترة قادمة ممكن أمور إلها علاقة بفواتير، التزامات، ديون أو بتحاول أنك ترتب الوضع بشكل إيجابي ولكن بغلب عليك نوع من أنواع يا إما التأجيل للوضع هاد من أشخاص من الطرف الثاني أو أن الأمور بتكون مرهونة بشيء معين أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة شوي متقلب خلال هذا اليوم فمنقول لك دير بالك ما في داعي للمجازفات أو المغامرات أو حتى مخالفة القوانين حاول ترتب أمورك بشكل جيد وحاول أنك ما تدخل بأي صدام أو ردات فعل سلبي مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني بيتك 11 تقريباً منقدر نحكي أنه جيد بدعمك في علاقة معينة أو في صديق معين وممكن صديق اليوم يوقف بجنبك أو يدعمك في مسألة معينة وممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم على مسألة تكون جيدة جداً أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط شوي عشان هيك ما نقول لك حاول تنجز العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم حاول أنك ترتب أوراقك ومعاملاتك بشكل إيجابي وحاول أنك تهتم بشؤونك الصحية بشكل ممتاز وما تحاول أنك يعني إذا شعرت بشيء أنك أنت تقول لا لا الأمور ماشي لا إذا شعرت أنك أنت بحاجة لطبيب حاول تراجع طبيبك برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة لياقة جسدية عالية أعصاب متينة يعني الأسابيع المقبلة هاي شوي فيها نوع من أنواع الإرباك فبدك تكون مستعد لها وجهز لها لا تترك ذيول المتاعب إنها تأثر عليك أو إنها تظلها مستمرة معك لفترة أطول حاول أنك تنهي هاي المشاكل يعني بأسرع وقت ممكن طبعا تواجد القمر في البيت الثامن لا إلك يعني شوي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك ولكن أخف من الأيام الماضية زي ما كان القمر مقابلك أو كان في البيت السادس أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا الأمور ما زالت متقلبة عن المستوى النفسي عشان هيك ردات فعلك سلبية عصبية موجودة ممكن تتوتر من أي مسألة حساسيتك عالي جدا حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عالي جدا عشان تتجاوز هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور تقريبا جيدة بتحمل لك بعض الفرص المالية اللي بتجيك يا من عمل إضافي يا نوع من أنواع الهبات أو المساعدات ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاريف حاول أنك ما تصرف في مكان غير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فبدك تدير بالك أثناء التنقلات أثناء اهتمامك بأجهزة الاتصالات أو المواصلات بدك يعني إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو حل مشكلة معينة أو ممكن خبر بسعدك على مستوى البيت ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن تحتد وتعصب من مسألة عائلية شوي يعني تسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا جيد الوضع فممكن يصير في تفاهم عاطفي ما بينك وبين الحبيب أو تلاقي على مسألة معينة أو ممكن حتى حل مشكلة سابقة أو ممكن أنه تلاقي منه دعم ما كنت تتخيل أنه في هذه الفترة أنه تكون واقف معك بالطريقة هاي أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى بيت العمل ممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية هو روتيني تماما يعني على مستوى شريك المال أو الزوج أو الزوجة تتعامل على حسب طبيعتكم ولكن ديروا بالك من ردات الفعل أو التحسس من مواقف معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن أثناء القيادة على الطرق المفتوحة أو الشوارع المفتوحة بدك تنتبه وتركز بشكل جيد خوفا من الحوادث اللي عنده مراسلات بعيدة ممكن يتأخر بريد أو جواب معين أو رسالة تنتظر جوابها تتأخر خلال هذا اليوم وممكن تجد بعض المسائل القانونية ولكن تكون ضدك مش معك أما بالنسبة للبيت العاشر فشايف على مستوى بيت السمع جيد وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور تقريبا منقدر نحكي جيدة يعني تشحنك بطاقة إيجابية رغم أنه في سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء إلا أنه في أصدقاء تانين ممكن يكون لهم نوع من أنواع الاهتمام أو تقارب معهم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم ممكن يهتم لشأن صحي يا إلو لا يا لا أحد الأحبة برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بيتطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب وممكن يعني أقول لك اتجنب الإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية خلال هذا اليوم حاذر من الحوادث والأعداء هم في هاي الفترة دائما بيكونوا أقوى منك وممكن رد يعني جوابهم أو دفاعهم عن نفسهم أقوى من دفاعك عن نفسك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني نقدر نحكي إنها متقلبة خلال هذا اليوم على المستوى النفسي فممكن شوي إنك تضطر إنك إنت هكي تعصب أو تتوتر من مسألة معينة وخصوصا في ساعات ما بعد العصر أما بالنسبة للبيت الثاني فهو روتيني على المستوى المالي ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثالث يعني على مستوى التنقلات ممكن اليوم يكون فيه إيجابية ممكن تكثر عندك الاتصالات وممكن يكون عندك امتحان أو دراسة بتقدم بشكل جيد ولكن بنصحك إنك ما تعتمد على الحضوض وحاول إنك ما تعصب أثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأمور جيدة فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم أو لقاء عائلي معين أو الاهتمام ببعض الأعمال المنزلية بتمشي على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا جيد الأمور ابتدعمك بشكل جيد فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم ما بينه وبين الحبيب أو ممكن يصير تقارب أو تراجع عن قرار قديم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تنضغط في بعض المسائل المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية وممكن يكون إلك مراجعة إما لبنك أو لمصرف أو تحويل أو اهتمام بأمور العلاقة بإرث أو قرض أو سداد ديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل القانونية أو امتحانات أو دراسة أو نقاشات ولكن بدك تحذر أثناء القيادة على الطرق المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى بيت السمعة فهذا بعزز بعض النقاط الإيجابية اللي بتعمل بينك وبين الأشخاص أو محيطك نوع من أنواع التقارب ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشوي بعطيك نوع من أنواع الإيجابية ممكن لقاء أو مساعدة أو دعم معين أو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون فيه لقاء يكون مهم بينك وبين أحد الأشخاص اللي بيساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبقول لك بدك تدير بالك يعني خلال هذا اليوم حاول قدر الإمكان أنه تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون مع الزملاء نظموا جدوى الغذائكم خذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل وتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ممكن تكثر النشاطات وربما تشعر بالتعب في بعض الأوقات أما بالنسبة لبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي شوي أمورك متقلبي خلال هذا اليوم عصبي أو متوتر أو ردات فعلك شوي فيها نوع من أنواع القساوي أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم خلال هذا اليوم أو ممكن تتوتر من مستجد على الأمور المالية ممكن مصاريف دفعات أو التزامات أو قلق بشأن مصاريف تيجي هيك بشكل مفاجئ حاول أنك أنت تبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وعلى مستوى النقاشات وحتى على مستوى الامتحانات والدراسة خلال هذا اليوم في منك رح يكون له تعاون مع أخ أو جار بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في بعض الأوقات ممكن تحتد من كثرة الالتزامات أو الواجبات العائلية أو ممكن هيك ظهور مسألة معينة فيها نقاش تخليك تتوتر أو تحتد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى البيت السادس كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع ممكن تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة أو إشي قارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور ضاغطة برضو عن المستوى المالي ممكن تكثر عندك الأشياء اللي إلها علاقة بالاهتمام ببعض الدفع المالية أو الأمور البنكية أو المصارف أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو أمور إلها علاقة بالتنقلات أو حتى بالامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فتقريبا الأمور جيدة روتينية هي ما فيه أي شيء إيجابي ولا سلبي فبتتواصل أنت وزميلك أو رئيسك أو أصدقائك أو معارفك بشكل روتيني طبيعي جدا ولكن ممكن أنه اليوم أنت اتمل من كتر ما أشخاص رح تشكيلك عن وضعها أو عن مشاكلها بطريقة أنها تشحنك بطاقة سلبية عليه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بأمور صحية برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ظروف جيدة احتمال قلق اتجاه أحد الأحبة عندك نشاط وعندك دينماكية عالية جدا بتميل له وترفيه عن النفس أنت بالفعل تستحق بعد كل هذه الضغطات اللي أجتك الفترة الماضية بتستحق يوم هيك يكون في نوع من أنواع التميز أو الطاقة الإيجابية اللي ممكن تشحنك بطريقة ممتازة جدا عاطفيا ومن ناحية الحضوض يعني بقول لك أنه حاول تستغل اتخاذ قطوة مفيدة ومهمة اليوم هي ممكن تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف نفسيتك اليوم أحسن من الأيام الماضية مشحون بطاقة إيجابية عالية عندك رغبة للمرح والضحك ممكن تهتم بأمور تجميلية أو مشتريات زي لباس أو هندام جديد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية برضو فيها نوع من أنواع التطور فممكن اليوم أنك تكسب بعض الأمور المالية اللي تيجي من عمل إضافي وممكن تنشط في أمور مالية برضو ولكن دير بالك من المصاريف الزائدة اللي ما الهداعي أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك قدرة على التنقل نشاط عالي جدا اليوم مشحون بطاقة إيجابية عالي جدا في عندك قدرة حتى على التواصل وإقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظرك صحيح أنه في لحظات بتعصب فيها ولكن أنه برضو بتقدر أنت تتجاوزها لأنه عندك قدرة على شاحن حالك بطاقة إيجابية عالية في منك رح يكون له تعاون مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا روتيني ممكن تطمئن لمسألة معينة أو يعني شوي ترتاح من ضغط من مسألة معينة وتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم لبعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي برضو جيد بيدعمك بقوة وعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركاء مال أو عاطفي يعني زي الأزواج البيت الثامن في ضغط مالي هذا بدل على المصاريف لزيادة أو أوراق مالية أو ظهور بعض الأوراق المالية اللي شوي ممكن إنها تستفزك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر شوي يزعجك أو اتصال من شخص بعيد شوي يوترك ولكن أنت ممكن تتجاوزها بسهولة لأن الطاقة الإيجابية الموجودة عندك أكبر من هذا الأمر أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة وعلى مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة فممكن اليوم تدافع عن سمعتك وبرضه ممكن تشحن حالك بطاقة إيجابية تقدر من خلالها أنك أنت تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تستعين بصديق أو زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور على مستوى بيت الصداقة شوي متقلبة هي بين إيجابي وسلبي إيجابي وسلبي طول اليوم فعشان هيك ما تقدر نحصرها بباب واحد فعشان هيك بنقول على طبيعتك بتتعامل مع الأصدقاء ممكن يوترك بعض الأصدقاء وممكن يكون لك لقاءات جيدة مع بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك فعشان هيك بنقول لك دير بالك حاول تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار حاول تراقب صحتك بشكل جيد ما تنفع لكثير وبرضو إذا ظهر أي مسألة بتطلب منك مراجعة طبيب لا تتأخر برج الجدي بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل زيارات أو اتصالات مهمة خلال هذا اليوم لكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارئ أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي أنت متقلب اليوم بين إيجابي وسلبي على أكثر من مرحلة فعشان هيك بنقول لك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية واطلع من السلبية مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فممكن تحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار بتيجي من عمل إضافي أو من أمور إلها علاقة بالهبات أو المساعدات ولكن بالمقابل عندك مصاريف كثيري خلال الفترة هاي أو عندك دفعات أو أنت بتلجأ لدفع فلوس بشكل مبالغ فيه أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على المستوى التنقلات والاتصالات جيد مدعوم بطاقة عالية جدا عندك نشاط عالي جدا برضو ممكن تتواصل وتقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن في بعض الأوقات بكون فيه عندك نوع من أنواع الحدية في الطباع ممكن اللي عندهم امتحان أو عندهم مقابل اليوم يقدموا بشكل جيد ولكن أنا بقولهم استعدوا ما تعتمدوا على الحضوظ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس جيد على المستوى العاطفي صحيح ممكن تزعل أو تأخذ على بالك من تصرف الحبيب ولكن هاي بتكون عابرة سهل جدا تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوزها وما تخلي الأمور تتفاقم أما بالنسبة للبيت السادس ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم لبعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي والمالية والعاطفية فهي روتينية على طبيعتكم بتتعاملوا يعني ع حسب برجك برجه طالعك وطالع الشريك بتكون الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن ففي ضاغط مصاريف عليك أو متطلبات مالية أو أوراق ممكن توترك خلال هذا اليوم أو تكتشف بعض الأمور المالية اللي ممكن أنها تستفزك حاول ما تستفز بسهولة ورتب أمورك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الأمور القانونية ممكن الأمور تدعمك بشكل قوي أوراق قانونية لصالحك ممكن تكتشف بعض المسائل القانونية كانت غايبة عن ذهنك بالفترة الماضية في منك رح يكثر عنده التنقلات على الشوارع المفتوحة بده يدير باله أثناء التنقلات اللي عندهم امتحان أو دراسة جامعية بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فهذا بعطيك نوع من أنواع القدرة على الدفاع عن نفسيتك أو عن شخصيتك أو حتى عن سمعتك وفي منك رح يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينه بين زميل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء مترك شوي أو ضاغط عليك شوي أو الصديق مش شايف أنك أنت مضغوط بالحياة فبيحاول أنه يضغطك بزيادة أو يحملك مسئولية هاي الضغوط أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشؤون صحية إلو أو لأحد الأحبة برج الدلو طبعا اليوم القمر في البيت الثالث بعزز يعني كثير من النقاط عندكم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات منكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية لترويج المشروع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم إشي أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي صحيح أنه فيه نوع من أنواع التوتر لكن أنت عندك طاقة أعلى من التوتر هاد فممكن تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية تقريبا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت برضو الأمور روتينية ممكن يعني بعض المسائل العائلية أو إنجاز بعض المهام البيتية بتكون بشكل روتيني أو تهتم ببعض المشتريات أو بعض الأشياء العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطف شوي متقلب عندك بين جيد وبين عصبي بين جيد وبين متوتر فعشان هيك حساسيتك عالية ممكن تعصب بردة فعل سلبية بسبب تصرفات الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفيه منكم رح ينشط بمسائل عملية ممتازة وبرضو فيه مراجع على طبيب أو استشارة طبيب بمسألة معينة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فشايفوا أنا برضو فيه نوع من أنواعي الحدية في ساعات بين الظهر والعصر ممكن تحتد أو تعصب أو تتوتر من مسألة معينة يعني تعمل نوع من أنواعي المشاحنة ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي يعني الأزواج فعشان هيك يبدك تدير بالك من النقطة هاي ما تخلي الأمور تتفاقم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور المالية المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل المالية لتأرق أو تأرقك خلال هذا اليوم أو تربكك في بعض النقاط كدفعات أو فواتير أو التزامات أو أمور بنكية أو مصرفية أو تحويلات بتيجي في وقت ضاغط أما بالنسبة للبيت التاسع فجيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المراسلات أو نقاشات أو حتى إشي له علاقة بالتواصل مع أشخاص يعني بأمور قانونية أو مسائل قانونية أما بالنسبة لبيت السمعة فهو ضاغط عليك بدك تدير بالك ما في داعي للمجازفات أو لمخالفات القوانين حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول يصير فيه نوع من أنواع التعامل الإيجابي أو التعاون الإيجابي ما بينك وبين زميلك أو رؤسائك بالعمل وما تتأخر عن دوامك عشان ما يصير نوع من الثغرات أما بالنسبة لبيتك بيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك بقوة ممكن اليوم تتواصل أنت وصديق معين أو تتشاور مع صديق لحل مشكلة معينة أو يساعدك هو في تجاوز مشكلة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية له أو لا أحد الأحبة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو بيحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار وبيلعب قريب دور مهم في حياتك في الفترة هاي بتهتم بقضية شراكة أو عمل بتعالج بعض الأمور بشكل دقيق ممكن تهتم لأولويات المالية بشكل واضح وبتجد الحلول والتسويات لبعض الأمور أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور أحسن اليوم أنت نفسياً مشحون بطاقة إيجابية عندك رغبة للتواصل مع المحيط أكثر وممكن تهتم ببعض الأمور الشخصية زي قصة شعر أو اهتمام تجميلي أو أمور إلو علاقة بلباس أو مشتريات أو لبس جديد أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى الأمور الاتصالات والمواصلات والنشاط ممكن تنشحن بطاقة إيجابية بإقناع الأشخاص بوجهة نظرك أو بالأشياء اللي كانت بتسيئك في الفترات الماضية ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور عن مستوى البيت تقريباً جيدة في حل بعض المسائل البيتية أو الاهتمامات العائلية أو ممكن يظهر خبر معين يسعدك أو يكون في لمة عائلية أو مناقش في مسألة معينة أو اهتمامات زي أعمال روتينية منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي بتترتب ما بينك وبين الحبيب ولكن في لحظات ممكن تتحسس أو يصير لك ردات فعل سلبية بسبب تصرفات أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه نوع من أنواع التوتر على مسألة عملية يعني تقلق بشأنها وفي منك رح ينشغل في أمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية فبتتعامل أنت والشريك على حسب طبيعتكم يعني طبيعتك أنت وشريك المال أو شريك العاطف اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المصاريف المالية خلال هذا اليوم أو الدفعات أو القلق من مسألة بنكية أو فوتير أو تحويلات أو التزامات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر من بعيدة أرقق ممكن مسألة قانونية أو أوراق قانونية يطلع فيها بعض الأعطال أو التعطيلات أو التأجيل أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة تقريبا جيد بيدعمك في بعض المسائل بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو مع جار أو مع رئيسك بالعمل وممكن برضو أنك تنجز بعض الأمور اللي كان صعب عليك أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف فيه نوع من أنواع التعاون رح يكون بينك وبين صديق ممكن ردة فعل سلبية ممكن أنك تنشحن من صديق بسبب فضوله أو تدخله بشؤونك أو حاول يفرض حاله عليك أو بتقمص شخصية صديق وهو بالواقع بحاول أنه يتصيد سرك أو معلومة عنك عشان يفضحك بدك تكون حذر وتنتبه من هاي النقاط أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبما أنه جيد معناته بيحميك من أي شخص بحاول أنه يتآمر عليك بالخفاء ممكن تهتم ببعض المسائل الطبية إلك أو لأحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بمستشفى أو زيارة مريض هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء